من أشكال الإكرام، وهذا شيء أساسي ومهم في حياة بلد ديمقراطي أعتقد أنه على مستوى التوجهات ومن ضمنها هذا التوجه المتعلق بالتهديئة السياسية، بالحريات العامة، بموضوع العدل السياسة العامة، التوجهات النظام سجل فيها نقاط سجل فيها نقاط، وفي الحقيقة يمكن أن نقول أن أجواء التهديئة السياسية مستوى من التشاور، عودة بعض المهجرين، رفع ظلم عن بعض المظلومين أن هذا التوجه سجل فيه النظام الحالي نقاطاً معتبرة صحيح أنه إذا انتقلنا من التوجه إلى الإجراءات وإلى الخطوات العملية سجدنا واقس لم تبذل الحكومات السابقة أي جهد يذكر في توسيع الحريات الصحفية بل تراجعت الحريات في عهدها كما تعرضت الصحافة الخاصة للمضايقة الاقتصادية من خلال منعها من الحصول على الاشتراكات والإعلانات ومع تسلم النظام الجديد للحكم أصبح هناك أمل خاصة من خلال دعوة الرئيس للصحافة والموقف الذي عبر عنه يوم الثالث من مايو وتشكيل لجنة لإصلاح الصحافة مؤخرة وهي عناصر تبعث على الأمل في المستقبل ونحن نعول عليها كثيراً وننتظر كيف ستتطور الأمور تهدئة المشهد السياسي سريعاً تحولت أحلام الهدوء السياسي إلى واقع معاش باب التشاور مفتوح أمام الجميع ورئيس يستمع أكثر مما يتكلم يستوعب الجميع بصرف النظر عن أي اعتبارات سياسية فضلاً عن تفعيل النصوص الدستورية الناظمة لعلاقات المؤسسات الدستورية وانتظام سير اللقاءات السياسية مع الأغلبية والمعارضة هذا رئيس يلتقي خصومه ومنافسيه ويسمع منهم فإذا كان الهم المشترك هو الوطن فلا مكان للاعتبارات شخصية بتقديري عن هذه السلاة عن الرئيس محمد الشيخ الغزواني أنه خاضنها برصيد سياسي مهم تقريش عن عنده أسباب ترجع لرحابة الصدر ولين الجانب اللي تبيج به يغير مما اللي يفهم ذبرهان المواطنين بشكل واسع بشكل شبهي جمال بشكل عام نشعر أن السلطة الحالية تريد قلب صفحة الإجراءات الأحادية وهي تسعى من خلال التواصل مع المعارضة وإن كان ذلك بشكل فردي أن تخلق مناخا جديدا يتجاوز مرحلة المواجهة بين السلطة والمعارضة فللمرة الأولى وذو فترة طويلة أصبح هناك تبادل للرسائل الإيجابية بين الطرفين دون أن يعني ذلك أننا قلبنا الصفحة بشكل نهائي فلإن هناك إشارات أرسلتها السلطة واستقبلتها المعارضة معتبرة إياها إشارات إيجابية وفي انتظار ما سيأتي بعدها والمعارضة هي من تبحث عن الحوار مع النظام من عشر سنوات والنظام يرفض الحوار معها ومنظم حوارا كما يريد ومع الطرف الذي يريد والرئيس والشيخ الغزواني تخلى على ذلك المنهج الأحادي وقد استقبل كل قادة المعارضة الممثلة في البرلمان بشكل فردي مع أنه ينبغي أن يوسع تلك اللقاءات لتشمل أحزابا غير ممثلة في البرلمان إلى وقت قريب سابق نفس الحكم مريتاني معسكرين معسكر معارض وشايفة الجانب الأسود والجانب الفارغ من الكأس وذل يتعدل الحكومة كامل يسود كان إيجابي مدفوعي في الأصبع وله مهم وذل يمولي المعسكر الثاني هو المعسكر اللي يدير الحكم ويسير أمور البلد وشايفة مولي بين المعارضة اللا مجموعة من المشوشين والناس اللي عندهم عمالة والارتباطات بالخارج الرئيس أطلق على أنه سيتعامل مع الموليتانيين كاملين وأنه يعتبر على أنه موليتانيين هل الموليتانيين كاملين وليست الموالين من المعارضة هذا خطاب طالقه ويعي ينجاب يعياب يقوله واحدا يقال لينتلا يطبقه يقلبهم هو بعد قطع أنه نينتلا يدخل في أرض في التمجيد تقدم شورو بأنه لينقاله زعيم المعارضة أول مرة في تاريخنا بعض هذا التالي يعياطل ويقعد في زر الرئيس ويوقف الرئيس ويعد الخطاب ويقوله السيد زعيم المعارضة يسمي باسمه ويرحب به هذا كاسرا زعيم المعارضة معلانه مجرم ضد البلد وضد المصالح هذه هي الحالة الاعتجادية في نظام ديمقراطي جمهوري أن يعود الفرقاء السياسيين بين معارضة وأغلبية كلها عنده برامج وكلها يلعب دوره دوره الدستوري الأغلبية لها برامج انتخبت عليها وانتخب عليها رئيسة المهورية وهي تنفذ برامجها والمعارضة تلاحق وتراقب وتنتقل طبعا وهي في دورها إذا قامت بهذا يمكن أن نقول إن هذه السنة هي سنة انفتاح سنة تشاور سنة ضمأنة سنة إضفاء نوع من الأخلاق ونوع من الهدوء لم تتعوده الساحة السياسية منذ زمن ضويق تعودنا في العشرية الماضية على الشد والجذب والقضيعة التامة أنا والطيف السياسي الذي أمثله نضع آمالا عراضا في الرئيس الرئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الأصمان عندما جاء نظام رئيسه منطقه يختلف عن هذا على الأقل نسبيا هناك توجه خلاقي وهناك استعداد للقاء أطراف المعارضة المختلفة وهناك انفتاح عليها من خلال هذه اللقاءات كان واضحا أيضا أن المعارضة في أغلبها كانت مستعدة للتجاوب إيجابا مع هذه التوجهات نحن الآن لسنا نحن الآن أمام تطوير هذا الوضع من أن ننتقل من الطابع الشكلي ومن الطابع الأخلاقي العام ومن الانفتاح باللقاءات إلى أن يتحول إلى لقاءات سياسية إلى حوارات سياسية إلى مشاورات يترتب عليها شيء في حياة الناس حينها فعلا سنكون وكسبنا في السنة الأولى انفتاحا عاما وكسبنا في السنوات اللاحقة لها تطورا سياسيا وحوارا سياسيا وتفاعل سياسيا بين مختلف الأطراف فخامة الرئيس في برنامزه الانتخابي كان له هلاثة أهداف من أجل تهدئة وتطبيع المشهد السياسي وطبعا هذا نابع من أنه عنده تفكير أنه ضرورة استراتيجية الأهداف هما أولا إعادة لمؤسسة المعارضة الديمقراطية مكانتها مكانتها القانونية والدستورية والتفاعل معها بصفة جائبية واللقاء المتظم مع زعيم المعارضة الديمقراطية الهدف الثاني كان عنه التشاور الدايم مع الأحزاب الممثلة في البرلمان حول القضايا لا تأمين الخاصة السراتيجية وتفعيل الهيئات المؤسسات الزمهورية قلنا عن هذا اللي خلق من التطبيع ومن تهديئة لم يكن مفاجئاً بل كان مرسوماً مقبله في طرنان فخامة الرئيس ونحن كشباب استفدنا كثيراً من هذا الانفتاح وبدورنا أدينا لقاءات عدنا لقاءات مع مختلف الفرقة الشباب وناقشنا معاهم جميع القضايا اللي تأهمنا واللي نحن هما كشباب متوافقين عليها هذا كله تأسياً بالانفتاح اللي تبناه أفخامة الرئيسة الجمهورية بداية معقولة هذا خمس العهدة خمس الفتاة المؤمورية أرسخ بعض التقاليد المهمة أكد بعض التوجهات المهمة وقعت فيه أخطاء وارتباكات واضحة جداً إذا عززنا هذه التوجهات وهذه النوايا وهذه القرارات وراجعنا وصححنا هذه الأخطاء والارتباكات أعتقد أننا يمكن أن نكون أمام فترات قادمة أهم في إطار هذه المهمورية للرئيس الحال اكتمال صورة التهديئة السياسية في موريتاني أو أنها ما تحصل كل مؤشرات خالقة على ذلك تعزيز الفصل بين السلطات هنا في الجمعية الوطنية خفت حدة النقاشات السياسية واختفت المواجهات الساخنة بين الأطراف السياسية وتكون اتجاه جديد ينحو نحو مراجعة وتنقيح النصوص القانونية وتركيز الجهود البرلمانية ناحية رقابة العمل التنفيذي وهو ما أثمر لأول مرة تحقيقا برلمانيا هو محل إجماع بين الكتل المختلفة على مستوى المناخ العام للبرلمان فهم نوع من التنسيق المستمر وجميع القرارات التي انقبضت انقبضت التشاور بين الفرق السياسية والبرلمانية الموجودة وكذلك القوانين التي تقدمت بهم الحكومة للبرلمان على الأموم كانوا محل إجماع وهذا جديد بالنسبة للساحة السياسية مناخ السياسي العام اللي فيه روح تشاور وروح تعاطي في المجال العام تأثر به العمل البرلماني سلطة تشريعية وصفة خاصة من خلال تركيز على الجمال بالفنية في دراسة النصوص بدل من تأثيرات الاعتبارات السياسية هذه المرحلة أول مرة البرلماني يقبل مسؤولين جتوا ولا يجبع حد يوقفوا دونه قطعنا ما أن الطالبنا وتعود السلطة التمجدية هي الأمرتنا بأننا نعدلوا لجان التحقيق هذه من صلاحيات البرلمان وعدله وكانت لو كانت الأنظمة من ذلك الأنظمة التي نعرفه تعيط النواب الأغلبية وتقول لهم صوتوا ضدها ولا تخلق إذن خلات هذا شأن برلماني ولا تدخلت في السلطة التمجدية وهذا قطعنا مؤشر إيجابي خاصة اللي جنة هي وفات عملها وسلمتوا بدون أي خلق استعدام بينها السلطة التمجدية وعطت الوزراء حالاً في الحكومة واستوجيبته وطالبتهم المعلومات والعادة الكبار من قدتهم عادة الله هو دور البرلمان الذي يفترون به لكن تشكيل هذه اللجنة مهم بحد ذاته ويستحق الإشادة خاصة أنه تم في أجواء نجمعية وتوافق بين جميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان وطوال فترة عملها وحتى تسليم تقريرها استمرت القوى السياسية في العمل بشكل توافقي وهي خطوة مهمة للغاية بالنسبة لنا فلجان التحقيق نادرة جداً في المنطقة وفي العالم العربي هذه التجربة تعتبر تقريباً لولة من نوعها في بلدنا ربما تعود لولة من نوعها في منطقتنا هي لجنة برلمانية قايمة بالعمل الرقابي اللي اللي نصوص عليه في الدستور اللي حقيقة ما قد تخرج بشكل فعلي الانحياز للطبقات الهشة والمغمونة ولأن حجم التوقعات من العهد الجديد كان كبيراً فقد كانت الإنجازات سريعة التحقق مساعدات مالية منتظمة تشمل سبعين ألف أسرة وفرص عمل بالآلاف وأكثر من مائة وعشرين مدرسة فضلاً عن مجانية الاستطباب لصالح الفقراء ومجانية نقل المرضى من المستشفيات الجهوية إلى الواكشوت والتكفل بضحايا حوادث السير وتخفض التكلفة الجزافية للولادة بنسبة 55% مفوضية تآذر يعني تعكف الآن على تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية غايتها الرفع من مستوى تلك الفئات سواء كانت الفئات التي كانت ضحية للإسترقاء أو الفئات التي بفعل التحولات يعني امتاز وضعها بالهشاشة وامتاز بالفقر وامتاز بالتهبيش وبالتالي كل هذه الفئات اليوم هي مستهدفة من قبل مفوضية تآذر حتى يعني يرفع من مستوها وحتى تلحق بالفئات الأخرى بجانب الاجتماعي تم تحقيق أكبر وعد انتخابه برنامج تعهداتي وهو إنشاء المندوبية العامة للتضامن الوطني التآذر وقامت هذه الوكالة حتى الآن في إطار دعم المواطنين في مواجهة وباء كوفيدا 19 إنشاء مندوبية التآذر والمهام اللي مكلفة بيها هذا دليل اللي واضح على اهتمام بالمجتمع الضعيف ومناطق الهشاشة في الوطن كامل ولكن الأساس برنامجها كان طموح وقاطعنا إحنا كبلديات واكبوه وتجسد أساساً على كل حال يستنعرف على أن جاتي الجاية حال ما كان مجمع معها ولولا علن فهم هذه المندوبية وفهم هذه الرؤية تعود الأمور ما كانت أكثر صعوبة من ذلك لقد كان رئيس الجمهورية واعياً تماماً لأهمية الشباب الذي يمثل ما بين خمس وخمسين وخمس وسبعين بالمائة من شعبنا حسب إحصائيات المعاهد المتخصصة هذا الشباب معرض لمشكلات من قبيل التضرف أو العنف وغيرها من آفات القرن الحادي والعشرين ولذلك وضع الشباب في قلب أولوياته من خلال التعامل مع قضايا من قبيل التشغيل والمشاركة والمواطنية والرياضة وكذلك بطبيعة الحال الترفيه هذه السنة المرأة كانت عندها نصيب الأسد هذه البرامج كاملة التي انطرقت تخص المرأة وتهم المرأة جميع هذه البرامج البرامج جولوياتي وبرامج تأهز وبرامج اقتصاديجي وبرامج جميع المجالات هذه البرامج طبعاً تخص المرأة حتى القرارات تشغيل الشباب يخص المرأة الشاب مواجهة جائحة كوفيد تسعة عشر كحال كل دول العالم لم تكن موريتانيا في منأة عن موجة فيروس كورونا الذي انتشر في كل بقاع العالم لكن حالة الإجماع السياسي مهدت الطريق أمام هبة وطنية لمواجهة عدو لا يرى بالعين المجرد توجيهات رئيس الجمهورية كانت واضحة فهو لا يريد أن يرى موريتانيا في موقف لا تحسد عليه فكانت القرارات استباقية ولأنها تؤثر على الاقتصاد ومعاشي الناس أعلن الرئيس نفسه عن صندوق وطني لمكافحة كورونا بلغت مداخله 43 مليار أوقية قديمة فضلا عن مساعدات وتدخلات انتظمت كل ربوع الوطن أنا جد موضوعي في الكلمات اللي يقولها بلن نعرف بلن جائحة الكورونا بأنها شكلت حائق وبلن ناحية تحليلية الموضوعية بلنها بقرة السنة بقرة ما نعرف كانكم تعرفوها بكلام الحسانية يعني شكلتها من النص بكيهن الحكم جاء تقريبا يطرح بدايات جائحة عالمية وعطلتها والبدو دون وجهة قدر من المشاريع والله من التفكير والله من الأمنية بأنك بعد مبدئيا سابق تبني الأمور يجب أنك تحصن قاع الشعب اللي انت الدور لهذا تسلكوا من الجائحة بما يعني هذه الجائحة اللي اجتاحت العالم بأسره واللي ما سلكت منها دولة الاجراعات اللي قبضة استباقية والاجراعات المصاحبة اللي تاخدت الدولة كان هالأثر الكبير بالحد من حجم الناس المصاب بالنسبة للسكان وكان هالأثر أمالي الكبير بالحد من الوهيات من الناس المصابة حد شاف وضعيتنا الحالية يعتبر أن الحكومة بمجهود كبير أولا لأنها حدت من تأذير الجائحة على مستوى النمو واليوم تقديرات الحدود ناقصة هنا في الوقت اللي من حولنا لرقامة تقارب رقمي ثانيا الحكومة قابلة إجراعات سريعة أولا من أجل إعادة تأهيل بنيتنا الصحية اللي وضحت أن الجائحة أنها كانت فضعية يرغالها وبالتالي ذلك الطلب ياسر من موارد الدولة والحكومة قامت بتعبئته دبلوماسية نشطة ومبادرة الموقع الاستراتيجي لبريتانيا يؤخلها للعب دور ريادي في قضايا إقليمها وهو ما بدى واضحا أنه محل اهتمام من القيادة السياسية الجديدة وفق محددات للسياسة الخارجية تعرف جيدا مكامن قوة البلاد وتتحرك في حقل السياسة الدولية بحنكة واحتراف كان من آثاره أن عقدت في موريتانيا أول قبمة حضورية بعد أزمة كورونا سنة من حكمه أنا نقوم في ما يلي أولا شفت قام بزيارتين مهمات لعلاقاتنا الدولية وخصصا المالية زيارة الرسمية في الإمارات ووحدة أخرى في المملكة السعودية طبعا زار السنغال كان عنده مؤتمرهم في نوفمبر وزار فراسلا مرة لذنتين ويمكن زيارة شخصية الألمانية هذا مهم العلاقات الموريتانية مع هذه الدول لكن التقويم الثاني هو دور الرئيس كرئيس جسنك هذا غروب مانشة سنك للمنظمة اللي الحمد لله مركزها وجود في نواكشوت نحتسب أنه إيجابي أولا ظهر الشخصية ترحب بالناس الشخصية مدريت لسنة للمستوى الدولي نحتسب أنها نظري أنها ناجحة رغم التحديات المتوقعة والطارئة خلال العام الماضي استطاع النظام الجديد وضع أسس حكامة جديدة سياسيا وحقوقيا واقتصاديا ما يرجح أن موريتانيا على بوابة مرحلة جديدة من الإصلاحات والإنجازات سيراها الموريتانيون تنافسا سياسيا أخلاقيا ومحاربة قوية للفساد وانحيازا واضحا للمغبونين وتثمينا للاقتصاد المحلي وقياما للمدرسة الجمهورية كل ذلك يبعث على الأمل في غد مشرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر